26 سنة أنا بعيدة عن الفن مش دقيقي يعني الموضوع مش دقيقي أنا موجود أنا موجودة بس فتحة لنفسي تركات تانية غير الأعمال الدرامية أنا عرفت عملتي ديزني عملتي ديزني طبعا طبعا فأكيد كل الأطفال حاجات كتير طبعا وحاجات كتير ودي حاجات صعبة يعني خليني أقول كمان للمشاهدين أنه الممثل أو الفنان اللي بيتم التعاقد معه عشان يعمل صوت دبلاج لشخصية تأثر في الأطفال في العالم العربي كله أو الدول الناطقة باللغة العربية أو حتى لأنها بتبقى كمان مدبلجة مش سهل بتدخله اوديشن ويجرب الصوت لحد ما والشخصية دي مؤثرة جدا كالا طبعا وبعدين حبيتي تروحي وقتها المجالات التانية يعني الواحد تتحدى نفسه فيها بمعنى يعني أنت تحدتي نفسك في ده منك تعملي الشخصيات دي وتنجحي طبعا أعيز أقولك بس بمناسبة ديزني أنه وقت ما عملنا ده أنا عملت حاجات كتير جدا جدا لديزني فوقت ما عملت ده عملت كالا بقى الممثلة اللي هي عاملة لدور اللي هي في الأوريجينال يعني بقت كل ما تعمل حاجة تمثل حاجة على طول بيبعثوا يجيبوني أنا أشتغل مكانها يبعثوا من أمريكا يعني يجيبوني من غير ما أدخل كاستنج ولا حاجة لا الممثلة دي هي اللي صوتها منطبق على الممثلة الأمريكانية دي فأنتو بقيتوا توقم بعض بقينا توقم فكل حاجة عملت مثلا فيلم لايف اسمه اختطاف طائرات الرئيس دبلجنا فأنا اللي عملت دورها بطلة يعني فعايز أقولك أنه ديزني ما بتختارش أي حد طبعا الحمد لله وبصمة الصوت مهمة طبعا طيب يعني في الوقت اللي أنت روحتي فيه للمجالات دي ومهمة وليها تأثير الدراما ما كانتش بتوحشك؟ بتوحشني بس مش بمزاجي يعني مش بإيدي يعني دي حاجة مش بإيدي خالص بإيد الآخرين اللي شايفين وعايزين يحطوا الممثل ده هنا وده هنا بس أرجع أقولك تاني أن أنا مش بس روحت لده أنا الوقفة الحقيقية فعلا اللي خطفتني هي المسرح المسرح خطفني خطفني خطفة طبعا وبالمناسبة أنا غير نادمة عليها إطلاقا لأنه النهاردة إذا كان أنا حضرتك بتقولي علي أن أنا متميزة في حاجة والحمد لله يعني فده المسرح لي يد المسرح كتمثيل ولا إدارتك لي لأنك قادرت المسرح الكوميدي لا المسرح كتمثيل كتمثيل المسرح علمني حاجات كتير جدا جدا هو اللي سندني هو اللي علمني علمني كتير جدا جدا يعني أنا أكت غيبة عن الدراما لكن أنا مش غيبة رايحة في حتة بعيدة أنا موجودة في المسرح فاللي كان بيروح المسرح عارف إن أنا موجودة عارف طبعا مليون في المية ولي جمهور الحمد لله في المسرح ونميت نفسي وعلمت نفسي في المسرح والمسرح علمني طيب خلينا نرجع للحاجات الحلوة كلها وقالة أنا عايزكي إنتي تقدمي قالة قالة دلوقتي الناس هتشوفها حيسمعوها فطلعي بصوت قالة كده وبعدين إحنا ناخد قالة قالة الأم الجميلة الحنينة لي روحي تبكي أيامنا بخير هت إيدك يلا في إيدي نجري ونطير مثال يعني ده مثال لأن أنا مش فاكرة الأم الجميلة طبعا لما حضراتكم هتسوفوا ده تعرفوا إن الصوت هنا مهم صوتك القرار فيه محترم يعني هو القرار بتاع الصوت حلو المسرح برضه والمسرح كان هو السبب المسرح طبعا اشتركوا في القرار